موسيقى مشاهدي الكرام مرحبا بكم في لقاء جديد هذا اللقاء سنستضيف فيه سيد يونس بولاق رئيس الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي سيد بولاق مرحبا بك شكرا أخي بوست سيد بولاق عشون في جائحة كورونا عديد من المشاكل يريت أن تتكلم لنا ولو باختصار على أهم المشاكل لعلشها قطعة النقل الطرقي خاصة المقاولة الصغرى والمتوسطة في دلد الجائحة فعلا فالمقاولة الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب بعد صدور القرار يوم 19-2020 من وزارة الداخلية ترغم فيها الحافلة عن التوقف على العمل بسبب الجائحة التي مر منها العالم بأسره فعلا المهنيين عاشوا واحد تراكمات وعاشوا واحد المأساة لأن هناك تأمين يؤدى عنه وما كانش الاشتغال هناك ضرائب تؤدى وليس هناك اشتغال طالبنا ورأسنا عدة جهات مسؤولة على رأسها رئاسة الحكومة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وزارة المالية ولكن لسوء الحظ ليس هناك من مجيد فعلا المهنيين بدأوا يوضعوا عدة تساؤلات في هذه النقاط هذه لكي إشار القطاع بالطبع وكنا نقوم باجتماعات عن طريق زوم وكنا نتواصلوا وكنا نأخذوا من الإخوة المهنيين المشاكل لكي عينوها وعلى إطر ذلك كنا نحرر بلاغات ورسائل إلى الجهات المعنية لسوء الحظ كنا نعود نكرر لم يكن هناك تجاوة فعلا المهنيين عانوا الكثير عانوا الكثير بعض المهنيتي أكدوا بأن القضية تعمل على الصفر من المدن إلى المدن فمتي تهي ساهمت في ترديد الأوضاع والمشاكل دياله فعلا لأن بعض إصدار القرار اللي صدر مؤخرا كمنع من التنقل من ثمانية مدن من وإلى وعلى عرصها من مدينة داربيضاء وتم إقفال المحطة طرقية لولد زياد كم كتعرفوا هي القلب النابض دي القطاع دي النقل المسافرين حيث هناك الحافلات العابرة الحافلات التي تقوم بنقطة منطلاق من داخل المحطة هنا كان مشكل هي أصبحت الحافلات تعاني لماذا؟ لأن لم يتم توقفها بقرار تم منع المدن ولكن قد يتشغلون المهنيين لأن هناك تراكمات هناك تأمينات يكفي كان ثلاثة أشهر أو أربعة لم يتشغلوا بقرار داخلي ديالوزارة الداخلية اليوم وقع الوحيد الارتباك الصاهرين على جائحة الكورونا يعني ممنوع التنقل بين ثمانية مدن ولكن إقفال المحطة ديالوزارة هو الذي كان السبب الرئيسي للمهنيين اللي يجعلهم يشتغلوا خارج المحطة الأصوات التي تتنادي عنها حاليا بفتح المحطة أكيد لماذا أخي الكريم لأن دبا الحافلة تشتغلوا خارج المحطة في الأزقة كتشتغل عادي رغم أن كين إكراهات لدائي لذكرها ولكن يشتغلون كأنهم نقل سري والناس المسؤولين يرون هذه المسائل لماذا لا تفتح المحطة الطرقية خوفا من تقولون من انتشار الواباء تأكلون وانتشار الواباء كيف ينتشر الواباء والأسواق اللي هي قرب المحطة من قصاريات وإلى آخره هي فئة واحد الزيحام شديد واشتنقل بالمدن نحن سوف نلتزم دفتر التحملات اللي عطينا وزارة الجهيز والنقل واللوجيستي والماء هو الالتزام بالعدد الركاب في حدود 50 أو 75% المسائل الوقائية سوف تكون جاهزة محترمة وجاهزة بالنسبة الراكبين سوف نلتزم صغير المحطة الطرقية ذي الولاد زيان ومن يصهرون عنها أن يلتزموا بالدفتر التحملات لرسلتهم بموزارة الجهيز والنقل ويقوموا بالمسائل الاحترازية داخل المحطة هذا ماشي من اختصاصنا اختصاصنا الحافلات نصهروا عليها وتكون المسائل الاحترازية ولكي يكون يضمن بأن الحافلات وهذه المحطة الطرقية يتم احترام في هذه الشروط على السلامة الصحية بالنسبة للمواطنين كما سبق لك أخي بالنسبة لدفتر التحملات نحن سوف نلتزم ولكن ما ننسى وشرب الموازات هناك دفتر التحملات خاص بالمحطة يجب أن يلتزم به المسيرين والصاهرين على النظام دقيق المحطة لهما الجماعة الحضارية الجماعة الحضارية تقوم بالعمل تجيب المسائل قياس الحرارة المسائل التي تكون الإشارة التباعد الأمن يقوم بالعمل بالوقوف على الطريقة التي تعمل بها داخل المحطة واحترام المكاتب عواض لكي يكون الدجة الوسطة التي تقوم مشكل وهي التي تساهم في التجمعات لأن بعض المرات تجمعات الوسطة أكثر من المسافرين هنا جميع المكونات يجب أن تتضامن تقوم باجتماعيات دورية وتضع النقاط الأساسية للعودة للإشرار وقدمتوا شيء اقتراحات في هذا الإطار بالنسبة للسلطات العمومية وماذا تجاوبوا معكم في هذا الإطار لا قدمنا رسائل وقدمنا طلبة مؤخار السيد والي وطالبنا بفتحة المحطة وطالبنا بأن كلهم يلتزموا باختصاصاتي والحد الآن لا من مجيب وننتظر ونحن في اجتماعات مسترسلة لجامعات لكي نرى لماذا المآل لهذه المسألة لأن نرى تشمعات في عدة موقات غير مهيكلة في أسواق قرب من المحطة هل النقل سوف يتسبب في الجائحة لا أعتقد إذا كان نظام واحترام دفاتر التخموات وانتم بالنسبة لكم في الجامعة هل تنسيق مع باقي النقابات الأخرى خاصة نحن 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 هناك مجموعة كبيرة في الهيئات المهنية المنطقة إما لا يتفاوت العدد بين 8 و 9 هيئات نحن في تنسيق دائم والهدف عندنا واحد هدفنا واحد والتنسيق واضح وتم الطلبة التي طلبنا ورسائل فهي كانت مشارك مع جميع الهيئات وماذا الخطوات التي نحن عزم القيم بها في المستقبل نحن ننتظر استقبال مطالف صيد والي جهة الدار بيدا أسطاط وماذا المشكلة غير على المستوى الدار بيدا وماذا تقريبا لمدة أخرى كلما المحطة اشتغلت إلا المحطة الطرقية وليت زيان وماذا لم تشتغلت المحطة المغرب تقريبا المتوقف هناك عدد كبير حفلة العبرة هناك نقطة انطلاق عدة يعني القلب النابد القطاع الطرق المسافرين المغرب هو المحطة الطرقية وليت زيان شكرا استيبولاق على الدردشة القصيرة شكرا المشاهدين الكرام وإلى لقاء قادم إن شاء الله شكرا